السلام عليكم ورحمة الله وجه راس المحرك أو جوان وش السلندر أو كاسكيد المحرك عبارة عن طبقات رؤياء من الفلاز والألمونيوم والمطاط الصناعي وبتكون موجودة بين كتلة المحرك أو البلوك ورس المحرك أو وش السلندر وبتشتغل على قفل أو إغلاق ورفة الاحتراق أو السلندر علشان تسمح بتكوين الضغط المناسب لعمل المحرك وبالتالي العمل بشكل صحيح وتوليد طاقة كافية للسيارة علشان تتحرك أو تمشي بالإضافة لكده بيقوم وجه راس المحرك أو جوان وش السلندر بمنع دخول سائل التبريد للسلندرات واختلاطها مع زيت المحرك فهو زي ختمة أو قفل لجميع الاستوانات داخل كتلة المحرك وعموما بتحتوي كل السيارات الحديثة على وجه راس المحرك أو جوان وش السلندر ولكنه بيختلف في سمكه وشكله بناء على تصميم الشركة المصنعة للمحرك وزمان كان بيتم تجهيز المحركات بوجه راس محرك أو جوان وش السلندر في حلقة النهاردة هنتكلم عن أسباب تلف وجه راس المحرك أو جوان وش السلندر وإيه هي علامات أو أعراض تلفه وإزاي تحافظ عليه من التلف ايه هي أسباب تلف وجه راس المحرك ايه هي أسباب تلف وجه راس المحرك دي أكتر الأسباب الشيعة واللي بتأدي لتلف وجه راس المحرك أو جوان وش السلندر أولا ارتفاع حرارة المحرك من المحتمل أن بعض أنواع وجه راس المحرك أو جوان وش السلندر تضعف بشكل أسرع من غيرها بناء على المواد اللي بتصنع منها فالألمونيوم على سبيل المثال بيتمدد بشكل أسرع عند تسخينه وعموما المعادن اللي ليها معدل تمدد حراري أعلى بتكون أكتر حساسية للحرارة علشان كده ممكن تتسبب درجات الحرارة المرتفعة لتغيير شكل وجه راس المحرك أو جوان وش السلندر واللي هيأدي لنتائج غير مرغوب فيها وفي النهاية هيتسبب تمدد راس المحرك وتشويهه نتيجة الحرارة العالية لمنع الوجه أو الجوان من عملية الأفل أو الختم بشكل صحيح ثانيا عملية الاحتراء الخاطئة أو الغير صحيحة من المفترض أن الاحتراء الداخلي يحصل بالتزامن مع قفل أو إغلاق الصمامات ووجود البستن في أعلى شوط الطاقة علشان كده لما بيحصل خلل في العملية بيتسبب الاحتراء في ضغط إضافي على الصمامات والبساتم وجه راس المحرك أو الجوان وممكن ده يحصل بغض بالنظر عن نوع صيارتك أو طرازها والده هيأدي لتلف وجه راس المحرك أو جوان وش السيلندر ثالثا التركيب الخاطئ أو الغير صحيح من المهم أن يتم تدوير أو لف أو ربط مصامير راس المحرك أو وش السيلندر بالترتيب الصحيح والقدر المناسب وده باستخدام مفتاح عزم الدوران أو مفتاح سيستيم حسب تعليمات دليل الصيانة بحيث ما يكونش فيه ارتخاء زيادة أو مربوط بشكل غير كافي فما يعملش قفلة أو ختمة بشكل جيد أو ضيق جدا أو مربوط بشكل زيد فيتسبب في صحق الوجه أو الجوان أو بمعنى أبسط فرم الوجه أو الجوان ويمنع تكوين القفلة أو الختم طيب إيه هي علامات تلف وجه راس المحرك أو جوان وش السيلندر دي أكتر العلامات الشايعة لتلف وجه راس المحرك أو جوان وش السيلندر أولا تصرب مية الريداتير ممكن يتسبب تلف وجه راس المحرك لخروج سائل التبريد وغالبا ده بيحصل لما يسخن المحرك بشكل زيد وعموما لو ما فيش أي خرطيم أو أنابيب تبريد قريبة من وجه راس المحرك أو جوان وش السيلندر فممكن تقدر تحدد التصرب بسهولة ولكن لو فيه خرطيم أو أنابيب تبريد قريبة فممكن تحتاج لإضافة سبغة الأشعة فوق البنفسجية لسائل التبريد وبعدين تشوف مكان وجه راس المحرك أو جوان وش السيلندر بدوء الأشعة فوق البنفسجية علشان تحدد التصرب ثانيا خروب دخان أزرق من الشاكمان لو فشل وجه راس المحرك أو جوان وش السيلندر بين السيلندر وممرات أو قنوات الزيت فهتتصرب الغازات المضغوطة لنظام الزيت وتوصل لعمود الكرنج والأمر ده بيقدي للتأثير على التزييد المناسب للسبايك السابتة والمتحركة بالإضافة لكده ممكن كمان يسمح نفس الفشل للبسات بامتصاص أو سحب أبخرة الزيت لداخل السيلندر واللي هيتم حرقه كجزء من عملية الاحتراء وده هيتسبب في النهاية لنقص زيت المحرك وهيتسبب كمان في ظهور أو خروب دخان أزرق من الشاكمان الناتج عن احتراء الزيت ثالثا اختلاط مية الريداتير بزيت المحرك لما بيتسرب سائل التبريد لغرفة الاحتراء هيتسرب للزيت أسفل البساتم وبمرور الوقت هيختلط الزيت وسائل التبريد وهيتسبب في تحول زيت المحرك للون البيج الفاتح أو لون الطحينة وفي النهاية هتقدر تلاحظ الأمر ده على عصاية أو مقياس الزيت أو حوالين غطى زيت المحرك بالإضافة لكده فاختلاط سائل التبريد بزيت المحرك الخاص بيك هيخلي الزيت غير فعال في تزيت المحرك بشكل صحيح واللي هيسمح بتلف باقي مكوناته وحتى لو كنت ما بتقودش السيارة فوجود سائل التبريد في الزيت ممكن يسبب الصدى داخل المحرك رابعا ضعف العزل لو حصل تصرب لوجه راس المحرك أو جوان وش السيلندر بين السيلندرات فهيسمح للضغط بالتصرب من استوانة لستوانة تانية واللي هيتسبب في فقدان الضغط المناسب وبناء على توقيت أعمدة الطايمين عادة بيتسبب النوع ده من التصرب للتشغيل العنيف والاختلال وضعف العزم وفقدان الطاقة كمان ممكن يحصل التصرب بين السيلندر والجزء الخارجي من المحرك واللي هيتسبب في حدوث ضوضاء أو صوت عالي عند الطباطه وهيظهر أو هيبان وكأنه تسريب للهوى من مشاعب العدم أو الأجزوست منافول كمان هتواجه تشغيل عنيف وفقدان للطاقة خامسا تصرب زيت المحرك من السهل اكتشاف الأمر ده إلى حد ما لأن لما بيحصل تلف وجه راس المحرك أو جوان وش السيلندر بين ممرات أو قنوات الزيت والجزء الخارجي من المحرك فهتقدر تشوف الزيت بيتصرب لأسفل المحرك أو على المحرك من الخارج وعلى الرغم من أن المشكلة دي غير خطيرة زي ما موجود في المشاكل اللي سبق ذكرها لكنك هتفضل محتاج للإصلاح لأنها هتزيد و هتكون أسوأ بمرور الوقت وفي النهاية وبناء على تصميم المحرك ممكن تسبب النوع ده من التصرب لنقص مستوى الزيت وتقليل الضغط علشان كده رائب مستوى زيت المحرك وما تهملوش لحد ما ينخفض جدا سادسا خروب دخان أبيض من الشاكمان معظم تسريبات وجراس المحرك أو جوان وش السلندر الداخلية للمحرك بتسمح لسائل التبريد بالتضفق أو بالدخول لغرفة الاحتراء عند كل شغط صحب ولما ده بيأصل بيتبخر سائل التبريد بفعل عملية الاحتراء ويظهر على شكل دخان أبيض خارج من الشاكمان كمان ممكن تواجه ارتفاع في حرارة المحرك وعموما تقدر تميز بين الدخان ده وبين الرطوبة لأن الدخان هيستمر في الخروج حتى لما يكون المحرك ساخن علشان كده لو كان التصرب في وجراس المحرك أو جوان وش السلندر كبير فممكن يكون الدخان الأبيض ده كتير من أنبوب أو مصورة الشاكمان وممكن يتسبب نفس التلف لتصرب الغازات من وجراس المحرك أو جوان وش السلندر لسائل التبريد واللي هيتسبب في ظهور أو خروج فقعات هوا في سائل التبريد عند فتح غطى الرداتير أو إربط الرداتير واللي هيخلي سائل التبريد يظهر وكأنه بيغلي حتى لما يكون بارد وفي النهاية فالفقعات دي هي غازات الشاكمان اللي بتلاقي طريقها لنظام التبريد أثناء عملية الاحتراء وممكن تتأكد من ده من خلال عمل اختبار بسيط على سائل التبريد في الرداتير علشان تتأكد من وجود غازات العادم طيب ازاي تحافظ على وجه راس المحرك أو جوان وش السلندر من التلف الوقاية أفضل بكتير من الهلاج لما بيرتبط الأمر بوجه راس المحرك أو جوان وش السلندر علشان كده فأفضل طريقة لمنع تلفه وهي التأكد من أن نظام التبريد الخاص بيك في حالة جيدة وعادة بيكون تلف الوجه أو الجوان ناتج عن ارتفاع درجة حرارة المحرك علشان كده تأكد من عدم وجود تسريبات في النظام وأن الرداتير المحرك شغال بكفاءة وتأكد من مستوى مية الرداتير وتأكد من سلامة بلف الحرارة أو سرمستات الكوع واللي تكلمنا عنه في حلقة قبل كده وكمان تأكد من أن المروح الكهربائية شغالة بشكل صحيح في نهاية حلقتنا نكون نتكلمنا ووضحنا أهم المعلومات اللازمة عن أعطاء الوجه راس المحرك أو جوان وش السلندر علشان تكون على معرفة بيها وتقدر تحدد الإصلاح المناسب شكرا لكم ونتقابل في حلقة جديدة إن شاء الله لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله اشتركوا في القناة